اشتركوا في القناة نستمع الى نص بعنوان مجزرات الدوائمة ونجيب عن الاسئلة الاتية يعني نسمع مع بعض للدرس تقع قرية الدوائمة غير بمدينة الخليل على بعد 24 كيلومتر وبلغ عدد سكانها عام 1945 حوالي 3700 نسمة ويحيط بها أراضي قرى إذنى ودورا والقبيبة وبيت جبرين وسميت بهذا الاسم تخليدا لذكرى رجل صالح سكانها اسمه علي بن عبد الدايم بن أحمد الغماري وما زال قبره موجودا على رأس جبل يطل على القرية ويرتبط اسمها بمجزرة الدوائمة وهي إحدى المجازر الوحشية التي ارتكبتها الإصابات الصهيونية منتصف ليل الثامن من أكتوبر عام 1948 حيث قامت كتيبة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة رهيبة ضد سكان قرية الدوائمة وقد ظل تفاصيل هذه المجزرة طي الكتمان إلى أن كشفت عنها لأول مرة مراسلة صحفية أو مراسلة صحيفة صهيونية خلال شهر سبتمبر من عام 1984 وحاصرات الإصابات الصهيونية القرية من ثلاث جهات وتركت الجهة الشرقية مفتوحة ثم بدأت عملية إطلاق النار وتفتيش المنازل منزلا منزلا فقتل كل من وجد صغيرا كان أم كبيرا شيخا أم امرأة وفي فجر اليوم التاسع والعشرين من أكتوبر من عام 1948 أطلقت المدافع الصهيونية حمام حقدها على خمسة وسبعين مسنا من الدراويش كانوا يستعدون لأداء الصلاة في مسجد القرية فقتلوا ومن فضاء هذه المجزرة أن الإصابات الصهيونية أعدمت ما يزيد عن خمس وثلاثين عائلة عند مدخل المغارة المسمى طور الزاغ كانت قد لجأت إليها كما أطلقت النيران على كل من وجدته عائدان إلى القرية في الليل أو النهار وقامت بتجميع الجثث وإضرام النار فيها حتى تفحمت وإجبار الأسرى على حملها وإلقائها في آبار مهجورة وقاموا أفراد هذه الإصابات بتحطيم رؤوس الأطفال أمام أمهاتهم بالهراوات ومن ثم إعدام الأمهات والإتداء على النساء أمام ذويهم ثم دمرت القرية أو دمرت القرية تدميرا كاملا واستنادا إلى الإحصاءات التي أجمع عليها العرب والأمم المتحدة وجيش الاحتلال الصهيوني أن عدد شهداء مجزرة على الدوائم بلغ ألف مواطن وقد حاول الكيان الصهيوني طمس معالم تلك المتزرة وتفاصيلها بإصدار الأوامر بدفن القتلى في قبور جماعية والتعتيم الإعلامي على تفاصيل المتزرة ومنع التحقيق فيها وقد أدل بعض المؤرخين وبعض القادة الصهاينة بشهادات فقال هارون كوهين تم ذبح سكان قراب أكملها وقوطعت أصابع النساء وأذانهن لانتزاع القطع الذهبية منها وقال الحاخام الصهيوني يؤيل بن نون إن الظلم التاريخ الذي ألحقناه بالفلسطينيين أكثر مما ألحقه العالم بنا هاتان الشهادتان وغيرهما تبقيان عجزتين عن كشف تفاصيل هذه المجازر التي ارتكبتها عصابات الاحتلال الصهيوني على أيدي سفاحين وقتل وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على هذه المجزرة ومثيلاتها إلا أنها ستبقى شاهدا ودليلا حيا على جرائم المحتل ووحشيته وتخطي كل الأعراف والقوانين الدولية ويتنتظر من يحررها ويعيدها إلى أهلها الذين شردوا منها في بقاع الأرض طيب يا ظنيجي نتطلع من الأسئلة على الاستماع أين تقى قرية الدوائمة؟ غربي مدينة الخليل نبين سبب تسمية هذه القرية بهذا الاسم نسبة إلى علي بن عبد الدايم متى حدثت مجزرة الدوائمة وعلى يد من؟ في تشرين الأول سنة الثمانية وأربعين على يد العصابات الصهيونية من أول من كشف عن تفاصيل هذه المجزرة وكم بلغت شهدائها الذي كشف مراسلة صحيفية أو مراسلة صحيفة صهيونية عام الثالث أربعة وثمانين وبلغت شهدائها ألف مواطن ما أهمية بعض شهادات الصهيونة على الجرام التي ارتكبتها العصابات الصهيونية لأنهم قاموا بالمجزرة والشهادة منهم عليها وليس من طرف خارجي أو من من يخص الضحايا أنفسهم لعنزم أقولها شدت على حالك بل مقصود بكل من الآتية طي الكتمان مخفية وغير ظاهرة الأعراف الدولية القوانين المتعرف عليها بين دول العالم أجمع الهراوات اللي هي العصي على ما يدل ارتكاب مجزرة الدوائم عام الثمانية وأربعين والكشف عن تفاصيلها عام الأربعة وثمانون بدل على الفارق الزمني الكبير بين ارتكاب المجزرة والكشف عن تفاصيلها على مدى الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني بسبب سكوت العالم عن الاحتلال وممارسات وعدم السعي لرفع الظلم عن الفلسطينيين ما السبيل لإعادة هذه القرية إلى أهلها؟ المقاومة بأشكالها نشر جرائم الاحتلال تعريف العالم بها بخاصة منظمات الدولية وحقوق الإنسان نبين رأينا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية غير منصف باختصار خلاص بكفي غير منصف ما بدنا نحكي أكثر منه يعني نجي نطلع على درسنا من ذاكرة التاريخ عمواس ويالو وبيت نوبا يعاني الشعب الفلسطيني ويلات الاحتلال الصهيوني وجرائمه منذ النكبة حيث احتلت العصابات الصهيونية معظم الأراضي الفلسطينية وطردوا أهلها وحولوهم إلى لاجئين وارتكبوا بحقهم عشرات المجازر وهدموا أكثر من خمسمائة قرية فلسطينية ودمروا المدن الرئيسية محوا معالمها وأسماءها الجغرافية العربية وسموها بأسماء عبرية لطمسويتها الفلسطينية العصيلة شو الفكرة في الفقرة هاي؟ ممارسات وجرائم الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين بشكل عام وهدف هجوم الإصابات الإرهابية على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية إلى إبادتها ودب الظار بين سكان المناطق المجاورة وحملهم على الرحيل لتسهيل الهجراء الصهيونية إليها كما حدث في قرى اللطرون الثلاث عمواس ويالو وبيت نوبا في السادس من حزيران عام 1967 للميلاد حيث طرد أهلها ودمر أكثر من ثلاثة ألاف ومئتي منزل فيها وفق ما ورد في الوثائق وسجلات التاريخية التي تعد شاهدة على جرائم الاحتلال الذي استولى على أراضي هذه القرى فجثمت عليها المستعمرات الصهيونية وأقام الاحتلال على أراضيها الجميلة متنزها ولا يسمح لأهل هذه القرى بالعودة إليها أو زيارتها كيف الفكرة في الفقرة هذه؟ كيف في الأصابات الصهيونية والاحتلال استولى على قرى اللطرون الثلاث بهاي الطريقة إن قرية عمواس واحدة من القرى التي أصابها التدمير والهدم تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وتتمتع بموقع مهم ما جعلها تشكل حاجزا دفاعيا عن مدينة القدس ولعبت دورا كبيرا في الحروب على مدار التاريخ وتتمتع بأهمية كبيرة عند المسيحيين والمسلمين حيث كانت محطة استقبال للزوار والحجاج المسيحيين القاصدين مدينة القدس وحط على أرضها جنود الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقهم إلى القدس وقد ارتبط اسمها بطاعون عمواس حيث مات فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو عبيد عامر بن الجراح وشرح بيل بن حسنة ومعاذ بن جبل قد حرص القائد صلاح الدين الأيوب على النزول فيها أثناء تنقلاته إلى القدس هذا يعرفك في قرية عمواس تعريف بقرية عمواس وماذا أصاب بهاي الطريقة وأهميتها إن هدم هذه القرى وغيرها لا يعني نسيانها بل يحتم علينا أن نقوم بخطوات عملية مثل مقاومة الاحتلال زياراتها المتكررة وترديد أسمائها في المناسبات والمحافل الدولية وزرع لافتات في أرجاء الوطن تحمل أسمائها العربية لترسيخها في الذاكرة الفلسطينية إلى أن تعود إلى أهلها هذه الفكرة العامة للدرس باختصار كلمتين ثلاث قرى أخذوها اليهود ممارسات سيئة واجرام أجرموا فيهم هدموا أكثر من ثلاث تلاف منزل اطردوا أهلها وبعدها بيعرفك على أهمية هذه القرى وهنا لازم نسعى إلى استردادها يلا الفهم والتحليل واللغة نكمل العبارات الآتية هدم اليهود عام الثمانية واربعين أكثر من خمسمائة قرية ومدينة من القرى التي قامت قوات الاحتلال الصهيوني بهدمها في منطقة اللطرون عمواس ويالو وبيت نوبا اشتهرت قرية عمواس بمرض الطاعون الذي كان سببا في موت عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أبو عبيدة وشرحبيل ومعاذ بن جبل ارتكب الاحتلال الصهيوني عدد من جرائم الجرائم منذ نكبة فلسطين عام الثمانية واربعين نعددها مجازر في قبية ودير ياسين وكفر قاسم وصبرة وشتيلة والحرم الإبراهيمي والحرب على قطاع غزة هذول كلاتهم اللي عملوهم وغير اللي صار في اللطرون الثلاثة في قرى اللطرون نعلل قيام الحصابات الصهيونية بهدم عدد من القرى والمدن الفلسطينية وتدميرها من أجل طمس هويتها الفلسطينية الأصلية تمتعت عمواس بأهمية كبرى عند المسيحيين والمسلمين لأن نستقبل الحجاج المسيحيين القاصدين مدينة القدس حط على أرضها جنود الخليفة عمر بن الخطاب في طريقهم إلى القدس ما النتيجة المترتبة على كل من الآتية محو المعالم والأسماء العربية وتسميتها بأسماء عبرية لطمس هويتها الفلسطينية الأصلية ذكر أسماء القرى المدمرة في المناسبات والمحافل الدولية لترسيخها في الذاكرة الفلسطينية إلى أن تعود إلى أهلها ثانيا نفكر ونجيب عن الأسئلة الآتية لماذا لم يسمح الاحتلال الصهيوني لأهل القرى المدمرة بالعودة إليها أو زيارتها حتى ينسوها ولا يفكروا فيها ولن يطالبوا بها وحتى يثبتوا أن هذه الأراضي تخصهم نعلل لم يكترث الاحتلال الصهيوني بالمواثيق الدولية لأنه عدوه معتدين ولئيم ومتغطرس وعنده قوة ودعم كثير من الدول العالم وكثير ناس دعمينه مفضل الطرق لاستعادة الحق المغتصب المطالبة به عدم السيان والمقاومة والتضحية بثل الغالي والنفيز تسترجاع ثالثا نوظف التراكيب الآتية في جمع المفيدة من إنشائنا يحتم علينا أن يعني وجودنا في فلسطين يحتم علينا أو بالضبط يحتم علينا الصبر والصمود محطة استقبال القدس محطة استقبال الذين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى ترسيخها في الذاكرة علينا أن نعلم أبناء نحب فلسطين وترسيخها في الذاكرة نستخرج من الناس مرادفان لكلمات تثبيت ترسيخ ضد كلمات البناء التدمير والحدم ما دلالت العبارة ودب الظهر في سكان المناطق المجاورة وحملهم على الرحيل اللي هي شدة الخوف خوف السكان لإجبارهم على الرحيل نوضح جمال التصوير في عبارة زرعة الأرض بالمستوطنات الصهيونية شبع المستوطنات بالنباتات التي تزرع في الأرض نتطلع مع بعض على المناقشة بعد ما نأخذ القصيدة فلسطين روحي لمين هاي القصيدة لفلسطين روحي لعبد الرحيم القمودي شاعر عربي من قبيلة القمامدة في ليبيا يعني شاعر ليبي بيكتب على هوالي فلسطين بعد انتفاض الحجارة عام السبعة والثمانين فلسطيني روحي وريحانتي فلسطين يا جنة المنعمي يعني هنا بتغزل في فلسطين انها روحه الريحان هو نبات يعني ريحته منيحة وهي جنة من المنعم من الله عز وجل أما أنا للظلم أن ينجلي ويجلو الظلام عن المسلمي هنا الشاعر بيطالب من إن بشو بإن بذهاب الظلم عن فلسطين ونحيا بعز على أرضنا ونبني منارا إلى الأنجومي يعني يحزي وهنا بيطالب بإن بالحياة بكرامة وبعزة ويبنوء وبناء طريق العلم زي ما بيحكوها اللي بوصلنا إلى النجوم متى تشرق الشمس فوق الدنى ويجري الضياء على النومي هنا يتساءل الشاعر متى تشرق الشمس يعني فوق الدنى يعني اللي تحتها متى يعني الشمس رح تطلع وبيجي الضياء زي ما قولوها على النائمين وهيك شو قصد؟ القصد إنه التحرير يعني مثل إيه بناء نتخلص من الظلم والاحتلال تعلق قلبي بأطلالها فصارت نشيدا على مبسميه أو مبسميه طيب شو معناها؟ يعني قلبه معلق بإيه بديار فلسطين فصارت إيه؟ إيه مكان بسم على وجهه يعني كل ما بيشوف إيه مبسم على وجهه تنشقت ريح الهوى من شذاها فأزهر في القلب كالبرومي إيه يعني هاي شارح حالها يعني إنه كان يأخذ الريح تبع الهوى من إيه؟ من عطرها فإيه طلع هذا العطر والهوى تبعها زي الزهرة في إيه في القلب ترابكي كالتبر شو هو التبر؟ زي الذهب في أرضه وماوكي أحلى من الزمزم يعني بيقول تراب فلسطين زي الذهب والماء أحلى من ماء زمزم وإني بشوق إلى مرجها ومصر الحبيب أبو القاسم يعني أنا مشتاق إلى إيه سهولها وأراضيها الواسعة ولمصر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو القاسم أبو القاسم من أسماء نبي الله الأعظم وبسان واللد في خافقي وعكا وحيفا ويا فا دمي وأنا بيتغنى بأسماء مدن يعني بيحكي عنهم إنهم هم منبض القلب وإني لأشكو إليك الهوى بحبك يا غزة الهاشمي يعني بشكو كثر ما هو يعني بيحب غزة بهاي الطريقة يعني بيشكو من كثر ما بيحب غزة سق الله أرضا على شطها يثور الرضيع ولم يفطم يعني الرضيع بيطلع يا زي ما بيحكوها هاي على أرض فلسطين بيدل إن الشعب ثائر بمعنى إن الولد الصغير قبل ما ينفطم شو بيصير ثائر بروحي حارب فمهما توالت عليها خطوب مدى الدهر تبقى هواء المسلمي يعني شو مطار عليها مصائب وأمور عظيمة بيظل هاي محبة أو المسلمين بيظلوا يحبوها ويظل متوجه للمسلمين هاي الفكرة من فلسطين روحي يعني طالما بعض على المناقشة ما الفكرة الرئيسية في هاي القصيدة إنه بيتغنى بحب فلسطين حل بفلسطين وأهلها ظلم عظيم هو المحتل الصهيوني ما الذي تمناه الشاعر لأهل فلسطين زوال الظلم عنها والعيش في عزا على أرضها على من يعقد المظلوم أمله بالنصر إنه لاعتمد على الله والمقاومة والدفاع والتضحية نبين من الأبيات الدلال على عشق الشاعر فلسطين منه يتعلق القلب بأطلالها وبشكو إليك الهوى وبشوق إلى مرجها وتنشقت ريح الهوى من شذا هاي أبيات بتدل على الحب لفلسطين شو اسمه المدن لذكرات؟ بيسان ويافا وعكا وغزا واللد وحيفا واللد ما نوع الأسلوب في البيت الحادي عشر الدعاء نوضح جمال التصوير في البيتين الخامس والسادس شبه الأطلال بالشيء الذي يتعلق به القلب وشبه فلسطين بالإنشودة التي تغنى البيت السادس شبه فلسطين بالنبتة العطرة التي تنشق ريحها نبين دلالة كل من وما أكي أحلى من الزمزم العذوبة والحلاوة والجمال ورجولة أهل فلسطين بالدول على يثور الرضيع ولم يخطمي رجولة أهل فلسطين صغرا وكبارا وثورتهم على المحتل طيب البهمني صراحيا هذا كلها تحفظ وبتقدر تفهم لوحدك دير بالك في الجملة الإسمية صور الخبر جماعة الخير كلمتين العراب حكي فاضي مش شيء صعب بس بدك تفهم شو الجملة كمان مرة إذا ما ابتدأت الجملة بإسم تكون جملة إسمية كيف يعني بتقول السماء جميلة السماء مبتدأ وجميلة خبر لاحظ هنا في كلمة السماء جميلة بمعنى جميلة هنا أتى إسما مفردا شو يعني إسم مفرد خلص إسم لحاله ما في معا إشي طيب هنا أنت بدك تيجي تحكي عن صور الخبر يعني الخبر ممكن ما يجيش إسم مفرد نعم هذا بدي إياك تعرفه إحنا شو صور الخبر هاد من يعرفه في دارسنا طلع الشعب الفلسطيني مرابط مال الشعب مرابط هنا أجا إسم إسم مفرد طلع فالنساء شعارهن التضحية شو مالهم النساء شعارهن التضحية هنا شعارهن التضحية هذا كل ياتوا إي خبر طيب كيف أجا خبر هذا جملة إسمية في محل إي رفع خبر طيب الشباب يقدمون مالهم الشباب يقدمون هنا أجا جملة فعلية لأن فعل يقدم فعل مضارع وكلها ياتى الجملة الفعلية في محل خبر فالعزة من طبعهم شو مال هالعزة من طبعهم هنا شبه جملة جار ومجرور تسري هاي إيه جملة فعلية الحق فوق القوة هاي جملة ضرفية ضرف مكان وهاي شبه جملة ضرفية بيكون ايه في محل الخبر بدك تدير بالك المهم خلينا نطلع تتكون الجملة الإسمية هما المبتدأ والخبر حكم المبتدأ والرعي 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 والخبر طب مثلا مثلا واحد بيحكي طب كيف بعربها هاي الصيوني مبتدأ يرهب فعل مضارع ايه الأطفال مفهول به منصوب والفعل ضمير مستتر وشبه الجملة الفعلية في محل ايه رفع خبر هيك بتيجي معنا واضح شبه جملة ضرفية مثل فلسطين وبين الضلوع هاي بينها هاي جملة ضرفية جار ومجرور القدس في أنفاسي كل فلسطيني القدس مالها في أنفاسي كيف هي بعربها القدس مبتدأ في حرف جار أنفاسي سمجرور وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر يشترط في الخبر الجملة أنه يجتمل على ضمير يعود على المبتدأ ويربط به سيبتقول الطالب وأسلوبه مهذب ما بصدقل الطالب أسلوب مهذب ما بينفع لازم تعطيه ضمير يرجع لمن على المبتدأ سهلة وبسيطة بس بدك تفهم وبدك يكون عندك أساس بالله يا راب لا تعرف تعرف طيب نماذج عربية الزيت عماد البيت الزيت مبتدأ مرفوع وعمال خبر مرفوع طبعا تفهم على ما ترفع الضمة الفلسطيني مبتدأ طيب شعاره يا جماعة الخير ط liebe الفلسطيني ما للفلسطيني شعاره العزة طب بتقول الفلسطيني شعاره لا هاي مش كاملة شو حكي عن الفلسطيني إن شعاره أخوه العزة بكون فاهم فهم شو معنى الجملة شو نحكي عن الفلسطيني ماذا أخبر عن الفلسطيني شعاره العزة فبدك شعاره هاي مبتدأ ثاني والعزة خبر المبتدأ الثاني وشبه الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول هيك بدك تعرفها واضح هاي الفلسطيني مبتدأ شعار مبتدأ ثاني ومضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه العزة خبر مبتدأ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول المؤمنون في جنات النعيم المؤمنون لجماعة الخير مبتدأ مرفوة في حرف جار وجناتي اسم مجرور وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر بدك تدير بالك التدريبات نعين الخبر فيما يأتي ونبين نوعه الله ولي الذين آمنوا شو حكى عن ربنا إنه ولي يتولى هاي هي يعني معناها الله ولي هاي هون اسم ظاهر قال الرسول الصدقة تطفق الخطيئة ما لها الصدقة تطفقه هنا جملة فعلية حب الوطن من الإيمان شو حكى عن حب الوطن يعني ما بزبط تقول الوطن هو الخبر لا هو حكى لك حب الوطن طلع كيف شو حكى عن حب الوطن من الإيمان فهنا من هاي حرف جار والإيمان اسم مجرور يعني هاي شبه جملة جار ومجرور في محل خبر الاجتهاد ثماره النجاح والتفوق هاي جملة اسميا بين الاجتهاد ثماره النجاح نحول الخبر المفرد إلى في الجمل آتي إلى جملة والجملة إلى مفرد القراءة تغذي العقل القراءة غذاء العقل الإخلاص عنوان الصداقة الإخلاص عنوانه الصداقة التدخين يدمر الصحة التدخين مدمر للصحة الفلسطيني متمسك بأرضه الفلسطيني يتمسك بأرضه بس بتغيرها بطريقة سهلة نكمل الجمل الآثية بخبر مناسب كما هو مطلوب بين القوسين الاقتصاد في النفقة شو من نقول أساس العيف الأمهات الفلسطينيات ينشئنا أجيالا عظيمة بدي جملة فعلية بدي جملة اسمية الحديقة أزهارها جميلة أقولي طب كيف بدي أعرف حط ضمير بالإيه الحديقة ورودها زاهية إلى آخر إيش مثلا الحديقة عشبها طويل كلات من نفس الحكي النظافة هنا جملة من الجار والمجرور النظافة من الإيمان حرف جار واسم مجرور شبه جملة ظرفية المعلم أمام الطلاب أو المعلم بين الطلاب إلى آخر نكون جملة اسمية من إنشائنا لا يكون الخبر فيها مفردا الربيع أخضر جملة الجندي يدافع عن وطنه شبه جملة الطالب في غرفة الصف نعرب ما تحت خطوط فيما يأتي الله نور الله مبتدأ لفظ الجلالة ونور خبر مرفوع علامة رفع ضم الظاهرة هذا أسهل الموجود الأم مدرسة أيضا الأم مبتدأ ومدرسة خبر مرفوع ما في أي مشكلة طلع القائد أمام الجنود لاحظوا هون جمعة الخير أمام هذا ظرف مكان وظرف المكان منصوب علامة نصب الفتحة والجنود مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة وشبه الجملة في محل شماله هذه ناقصة بتكملها وشبه الجملة في محل رفع خبر وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر هون بتكملها الإسلام أحكامه واضحة يعني مبينة إذا حط لك لها بدأت تكون هاي جملة اسمية فأحكامه مبتدأ ثاني مرفوع واضحة خبر المبتدأ الثاني والجملة الإسمية أحكامه واضحة في محل رفع خبر المبتدأ الأول سهل مش إشي صعب جمعة الخير كثير سهل بس يارك فهمهم وحفظهم الإملاء نكتب ما يأتي بخط النسخ يعاني الشعب الفلسطيني إرهاب الاحتلال الصهيوني ديروا بقى واضح إنسخوا التعبير معضيك واحد إعلان وقال لك بين عناصر الإعلان الآتي هاي جمعة الخير شو المعلن عنه وزارة الثقافة الموضوع تنظيم مهرجان جماهير مركزي الزمان مش محددين المكان بلدية نابلس الهدف من الإعلان أحياء لذكرى معركة الكرامة جمهور الإعلان المجتمع والرغم في ضغطين فقرات وإلى من يهمه الأمر بدك تدير بالك وهيك يا حلوين منكون خلصنا الوحدة الثانية كثير سهلة وبسيطة أدرسوا مني أول بأول نراكم إن شاء الله في الوحدة اللي بعدها إلى اللقاء